السلام عليكم وحمد الله وبركاته. معكم عبدالعيس حسن من فريق عمل خدماتهم. هيدا نتكلم اليوم على الميجريشن. اول حاجة نتعليمه النهاردة ازاي ننشئ الميجريشن بتاعك. طيب احنا هنتكلم بس ازاي ننشئ الميجريشن والاوبشنز بتاعته المتاحة وانا بنشئ. طيب? لكن ان شاء الله هنخش جول ملف ونفهم بكتوب جوائي. طيب? بس النهاردة هنشوف الفرق بين الانشاء. طيب اول حاجة عشان نعمل آآ انشئ ملف ميجريشن. طيب بس نروح هنقول له هنا. ارتزين. لو بسطت هنا هلاقي فيه اسمه ميجريشن. ده بياجوى كل اوامر تاعت الميجريشن. طيب? هم خمس اوام. بيفيه امر تاني موجود فيه. لو بسطت هنا على الميج هنلاقي فيه هنا حاجة اسمها ميجريشن. هودا الامر اللي انا عايز. ده الامر اللي هتبقى لك هنا كريت ملف جديد ميجريشن. هودا الامر اللي انا محتاجه. طيب تعال ناخده كده وهننفزه. هقول له هنا. طيب دايما نحاول ان انت بتعمل ميجريشن يبقى اسم الملف بيدله بيعمل ايه? فانا مسلا انا عايز ده تنشئ جدل بوستز مسلا. فانا هقول له هنا كريت بوست تيبل. كده انا هبسط على اسم الملف مبرا هعمل هعرف الميجريشن ده بيعمل ايه او الملف ده بيعمل ايه? هو الملف ده كل ما يعمل لهم بينشئ جدل بوست. فادوس انتر. هقول لك هنا كريت ميجريشن او. هنستعنا بس حد ما يخلص. كده خلاص هو خلص تمام? تعالي روح على البروشيكت بتاعي. روح على هلاقي في حاجة اسمها هنا ميجريشن. هلاقي هنا كريت بوست تيبل. ده الملف اللي احنا عملناه. نفتحناه. هلاقي في اتنين بوسط جدا جدا. الواحد اسمها اه واحد اسمها اب ازران. وتانية اسمها داون. هنعرف دي بتشتغل انت دي بتشتغل انت ان شاء الله. بس انا كل همي دلوقتي ان انا عرف بس ازاي انشئ الملف بتاعي. تمام? طيب فيه ممكن تمررها وانت بتنشئ طيب ايه اول ممكن امرره? ممكن امرر اسم الجدول اللي انا عايز اكريته. يعني انا هنا انا بنشئ الملف انا ما حددتش اسم الجدول ايه? حتى لما فتحت الملف الملف فاضي هنا. طيب مفوش اي حاجة طيب? انما تعالوا ننشئ ملف مسلا او ننشئ ونحط اسم الجدول. طيب. هنشئ ملف اسم مسلا او هنشئ ملف اسمه اهو. بالشكلة. وهاجه هنا بعد كده هحط اتنين دايش بالشكل ده. واكتب هنا يساوي واكتب اسم الجدول. انا عايز اسم الجدول في الداتابيس بتاعتي باسمه بالشكلة. هدوس انتر. مجام دوس انتر هو الكريت للميجرشن دواتي. بس تعالوا نشوف الفرق بين الميجرشن بتاع البوست والميجرشن بتاع الكومنت. لو فتحت هنا الكومنت هلا ايه هو ان الواحده راح حطي لي حاجة اسمها كريت وحطي لي ان اسم الجدول اسم الكومنت. وهحطي لي كمان ان هنا هيعمل اي دي هيبقى نوع وهيعمل هنا التابل تايم استعمل التابل تايم استعمل دي بالكريت لك الحق لان هما بتاع كريت اد والابديت اد في طيب طيب. وبيجي هنا في الداون بيقول لك هنا سكيما دروب اكزيست طعم? الكومنت يعني امسح للجدول اسمه كومنت لو موجود طعم? طبعا زي ما قولنا احنا نعرف دي بتشتغل امتى? ودي بتشتغل امتى? انا اقول اللي يهمني دوقتي ان الفرق بين الامرين بتاع الميجرشن اللي هو الكريت او الكريت اللي هو في الفلاج اللي اسمه كريت اهو بيعمل لك اسم الجدول جوا وبيعمل لك الدلة بتاعت الكريت وبيعمل لك الدلة بتاعت الدروب او ده الداون طعم? انما انت ما كتبتش كريت او ما كتبتش الفلاج اللي اسمه كريت ده هينشئ لك ملف فاضي بالشكل ده. انت جوا هتكتب باب ايدك كل حاجة. طعم? ده الفرق بين الاتنين. تمام? في فلاج تاني مهم جدا جدا. والفلاج ده مهم جدا بشكل كبير. ليه? لان انت وانت بتعمل مريجرشن في المشاريع الحقيقية. انت ممكن تلاقي عندك مسلا خمسين جدول. فانت هتلاقي عندي خمسين ملف. طيب انت هتهندل النقطة دي ازاي? يعني هتحط خمسين ملف في ولد راحت? طبعا لا. ففي فلاج تاني اسمه باث. باث ده بيحدد المسار اللي انت هتحفظ فيه الميجرشن وهو بيسيف لك الميجرشن فيه. طيب فتعالوا اني اخد نفس السطر اللي ابي كده هنقوله بس احنا نعمل جدول اسمه مسلا فيديو مسلا. او تعالوا مسلا جدول اسمه نيوز مسلا. وهنا طبعا هقوله هنا كريت نيوز تابل. بشكله. وهديه له الفلاج اللي هو ثم باث. برضو اثنين اندرسكور. وقوله هنا باث. وهقوله هنا يستوي. طيب هكتب المسار ازاي بقى? المسار بيكتب من اول الباس باث. يعني ايه? يعني من اول البلاج. اعتبر نفسك في البلاج. تمام? طيب. لو انا في البلاج هروح فين هروح على داتاباز يبقى انا هكتب داتاباز اول حاجة. داتا باز. طيب بعد داتاباز هخش على بتاعي. تمام? فلا اكدب ما اكدب بشكله. وهكذا هقوله مسلا خش على فولدر اسمه مسلا. طبعا الفولدر ده مش موجود. تمام? فلازم اروح اتكريته. هقوله هنا نيو دايريكتري هقول له اوكي. كده هو الفولدر ده موجود. فانا هنا روحت دخلت على داتاباز ميجريشن نيوز. ده اللي انا كتبته هنا هو. داتاباز ميجريشنز نيوز. هنستدلنا شوية. تعالوا كده. نفتح النيوز ايه دي الميجريشن بتاعي. فانا هنا ممكن ان انا يكون عندي كتير جدا جدا جدا. تمام? طيب. اه في نقطة مهمة قوي 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 قوي. مهمة جدا بالنسبة لي. لو انا جيت هنا مسحت ميجريشن من ميجريشن زي. يعني انا مسلا مش عايز النيوز ده. روحت جاي هنا كليك يمين. وقلت هنا دليت. دليت. طيب. اه تعالوا مسلا نكاريت ميجريشن جديد. هقول له مسلا نفس الكلام ده بس هقول له حط لي النيوز ده كده بالشكلة. انا عايز النيوز فيه الفولدر بتاع الميجريشن عادي خلص. اداني ايرور. ليه اداني ايرور? لان الميجريشن زي بتعمل لها او بتعمل لها اتو لود في الكومبوزر. فانت لما تحذف ملف منهم لازم تروح تعمل للكومبوزر. فاقول هنا كومبوزر. بعد ما بتعمل كومبوزر ممكن دلوقتي اتران اي حاجة بشكل طبيعي جدا مشاقي فيه مشكلة. تعالوا هنا نعمل بتاع النيوز تاني اهو. هيقول لك فعلا انت تقدر تعمل بالشكل لحظة كوم شايفينه. تمام? ده كان بالنسبة ان انت ازاي تنشي بتاعته او في اللي انت محتاجة. تمام? طيب بعد ما ما انشئ الملفات بتاعتي خاصة انا عملت كده الجداول بتاعت كلها. يعني انا هنا كاريت كل الجداول اللي انا محتاجة. تمام? عايز بقى احط الجداول دي في الديتابيز. تمام? تعالوا بس الاول هنا هنمسح لان ده مفوش اي حاجة فتعالوا نمسوحهم. مش جاسب عندي. وهنخلي كده كده فيهم اسماء الجداول وفيهم كل حاجة. طبعا هيبقى فيه عشان طبعا احنا مسحنا اه فهنعمل تاني. تمام? تعالوا نروح ندعم للاول. تمام كده? طيب بعد ما خلصنا كل اللي علي عشان انشئ الملفات دي او حاول الملفات بتاعت اللي انا عملتها دي لجداول في الديتابيز في اقل لان كل اللي علينا اقول هنا بي اتش في ارتزين بشكلة هقول له انتر هقول لك هنا في مشكلة في الاتصال بقاعدة البيانات بتاعتك. تعالوا تشيك بس هنا على البيانات بتاعت الاتصال بتاعت قاعدة البيانات بتاعته. انا عندنا روت. اه لا احنا الديتابيز اسمها او واليوزر نيم اسم الروت. تمام? تعال نعم تاني. اهو كده بدأ يكاريت فعلا اهو. هني بيقول لك في هنا مشكلة. اهو دي مشكلة بتاعت العرفيل. طيب ده حلو ان احنا هنروح على بتاعنا. هروح هنا على 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 وهاجينا في البوت وحط الده اللي هي سكيمة ديفولت سترين لنكث ومية واحدة تسعين طيب. طيب بعدها هنجرب اه بي اتش بي ارتزم مي جريد تاني. بعد كده هجرب بي اتش بي ارتزم مي جريد تاني. هيديك الارو انت شايفينه ده. طبعا الارو ده لان احنا كاكل اصلا كاريتنا بعض الجداول فتعال نروح لي بتاعتي. ايه. هلاقي فعلا في جداول هم مساحهم. drop. yes. هنجرب مرة اخيرة. هيادي مفهود كاريت لك كل الجداول بتاعتك بشكل طبيعي. تعال روح على على اداتي بتاعتي. هنجرب هلاقي فعلا زي ما انت شايفين هنا عندي الكومنتز وعندي النيوز بشكل حالكم شايفينه اللي احنا عملانه. لو بصينا في الستركش هلاني فعلا فيها اي دي وفيها كريات اد وابديت اد زي ما تشايفين. ده كان بالنسبة لزي تكاريت المايجراتز بالاوبشنس وازاي تعمل ميجريت يعني تكاريتها كملفات ولما تعملها ميجريت تتحول لجداول دي القصة شايفكم الدرس جاي والسلام عليكم ومتال الله وبركاته